ثلاثة ومعنا حتى تتعرفوا أكتر على مجيوب شرف بداية خلينا نشوف المنتج وخبرنا أنه أكيد نحن مثل كل العالم الموجود في البناء مش لح نقدر نوقف ما في شيء آخر شيء الدنيا ما بتوقف كل هالأزمات صرنا تقريبا معوضين عليها وبالنتيجة نعمل من هالأعمال اللي كل سنة نحن نطرح عمل أوتنين للسينما وأكيد مسلسلات صدقت الفكرة لأنه نحن العمل مش أول مرة نشتغل مع المخرج سامي كوجان نحن عملي معه أكتر مثل تفلومي وحبينا أنه هذه التجربة المرة يكون كمان معنا الممثل محمد عطية وركبنا الفكرة وأكيد بلشنا وطلقه طالح وصارنا تقريبا الشهر عم نصوره مكملي وإن شاء الله هلأ أنه من هالألأ سنت جاي بس بدي نزال الموفي ويكون فيه العمل الرليز إنه نكون هايك شوية البلد راق لنقدر نشتغل بالسينما وكل كورونا كمان خفت أكتر وأكتر هيتوزع بكل العالم العربي ونكون عند حسن نظن المشاهدين ويشوفوا عمل حلو مهضوم وتتسلى الناس معنا هيدا العمل هو أكتر شي مميز فيه الستوري والكاركترز يلي بالفين والكاست يلي عمي لعب هيدو الكاركترز معي كاست بري بروفشنال وكتير معظومين بري فني وبيطلعوا بأصص منا بالسكريبت يعني أصص ارتجالية وهيدا شي بيساعدني أنا كمان كمخرج فهيكونوا المشاهد هيكي يعني إذا بدك عم بيطلع معنا أصص بس مهضوم كتير أما المثلين المشاركين بهيدا العمل فأكيد حبوا يخبرونا أكتر عن أدوارهم فبرايكم شو قالوا لنا هتوفوني شخص في مشاكل عاطفية مع أختين هو دل أقدر أقوله أكتر حقا على الفيلم الفيلم تأليف وإخراج سامي كوجان وإنتاج دي تو بيكيتشيرز وفيلم لايت كوميدي وأنا متفائل بخير إن شاء الله رح يشوفوني بفيلم لايت كتير مهضوم كتير بيضحك كتير بيسل وبنفس الوقت رح يشوفوا موضوع العزيز لأنه سامي ديما الأفكار يبتلع فيها ما بتكون اعتيادية فبعضهم بفيلم هيك سوبر بيسل يلي بقدر قولوا أنه الموفي ككل مكتوب بطريقة كتير حلوة كتير مهضوم بعتقد كل الناس من كل الأعمار ومن كل الفئة رح يحبوا كدوري أنا دور سالي دور المنت اللبنانية اللي شوية بتشبهني وكتير مبسوطة أنه عم بلعب هيدا الدور ونحن هنا بلبنان كتير بحاجة لهيدا النوع من الأفلام هيدا اللايت كوميدي المهضوم اللي مكتوب بطريقة كتير مميزة وأكيد كل الكاست بيجننوا من رحفوت بالأسلامة كلهم بيعقدوا كتير مبسوطة أنه عم بشتغل معهم بنعب دور مازن هو شخص مجوز بده يتجوز وهيدا عرسو ويصير فيه أحداث وهو الزلم شوية موتر فالوضع كله بيضل عم بيخوفه ويقلو ما الفتحت لك نفسك على الجيزة هيدا الدور فتح لك نفسك على الجيزة؟ لا بالعكس حاطيني وقت أكتر أنه أجل الجيزة لأنه عم ظنني ألعب أدوار أنه عم بتجوز فعم كايندوف هيكي ليفينجت بالتمثيل سو بارات التمثيل أباليها أنا مروان للأب طبعا الأب هو بيحكي حاله يعني شخصية جديدة وأنا أول مرة بلعبها وحبيت يعني أنه ألعبها الشخصية وحبيت بشكل العمل بشكل عام يعني كتير الكروم نيحه وبتحسي حالك بين أهلك وناسك عارفتي لذلك أنا حبيت الدور كتير مش شوي أنا عطول دوري دور الأم الحنوني شوي عندي على طول يعطوني المرأة الغنية فعايشي بره بالغربة وجايين نحتر القرس لا ما عندي أسواب مشاهدي أبدا يعني مشاهدي كتير قليلي بس حبيتها لأنها هيكي مهضومة وطبيعية جدا عم نتصور فيلم جوف شرف من إنتاج شركة من إخراج وكتابة سامي كوجون المخرج كتير لذيذ شاب الجو كتير حلو فريق العمل لذيذ ومتل ما لحظت معظم المثلين هيكي بتحسين على نفس الموجة فيه طاقة إيجابية كتير حلوة على السات وعم نلعب لايت كوميدي دوري أمل اسمي بالفيلم بتبلش القصة بمصاح عقلي وبتخلص بجمعة كتير كبيرة جمعة عرس كتير حلوة شخصية كتير لذيذة ومركبة ومتل العادة يعني ما بحب نقي شخصية ما فيها تشالنج وهالشخصية كمانا كتير كتير لذيذة اشتركوا في القناة